خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في رمضان في السنة الثامنة يريد أن يغزوها وكان سبب ذلك الخروج أن قريشا نقضت العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعانوا قبيلة بكر على قبيلة خزاعة وكانت بكر قد دخلت في صلح قريش وخزاعة قد دخلت في صلح النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يغزو أهل مكة وقد ورد ذكر فتح مكة في آيات من كتاب الله جل وعلا فمن تلك الآيات في قوله سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى كما ذكر الله جل وعلا فتح مكة في قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه وفد من قبيلة خزاعة يشتكون من أمر قريش ومن أمر بني بكر وكان مقدمهم قد قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أبياتا لهم إني ناشد محمدا حلفا أبيه وأبينا الأتلدا وذكر أن قبيلة بكر قتلوهم كما في قوله هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا سجدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمر بن سالم شكرا